اشتركوا في القناة ومديرات مكتب الأمين العام الممتحدة وممثلته في بغداد بلس خارد كانت تسخر من العراقين أربع سنوات بلس خارد تسخر من العراقين بلغة مائعة بلغة غريبة عجيبة كل الغاية منها تدافع عن وجود السلطة هذه الموجودة في العراق طوال أربع سنوات أو طوال كل السنوات التي تأسس فيها مكتب الأمم المتحدة في العراق منذ عام 2003 إلى حد الآن منذ قرار 1500 الذي يأسس قرار مجلس الأمن الذي يأسس مكتب في عام 2003 هذا القرار 1500 الذي يأسس مكتب تابع للأمين العام الممتحدة في بغداد عدد الموظفين يمكن ربما 700 موظف منذ ذلك الحين لحد الآن هذا المكتب يسخر نفسه للسخرية من العراقيين ولإعطاء الشرعية للسلطة الموجودة في العراق لخدمة السلطة الموجودة في العراق لخدمة النظام الموجود في العراق وإعطاءها الشرعية ميليشيات قتل أحزاب طائفية ليس لها علاقة من ظلم الشعب العراقي تدمر قتل تهجر ما العلاقة مجرد تقدمون تقارير شهرية بلسخار كانت تقدمها شهريا كل شهريا أمام مجلس الأمن سميها إحاطة تحيط مجلس الأمن بالوضعية العراقية في مرات قليلة تقول كلمات خجولة عن حقوق الإنسان عن معرف منه عن حاجات العراق عن السياسة الموجودة في العراق لكنها لا تؤثر يعني هذه أوضاع موجودة في كثير من البلدان وممكن تداركها وممكن للسلطة تداركها أما واقع الحال فهي متمسكة بهذا النظام تدافع عن هذا النظام وهذه السلطة وتدافع عنها بشكل أو بآخر وآخر يحاط لها قبل أن تغادر العراق غير مأسوف عليها قالت يشهد العراق الآن نشهد اليوم عراقا ناحظا في مجالات الخدمات والأعمار الله هو أكبر هاي شلون هذا؟ وين شفتي هذا المجالات الخدمات والأعمار؟ وين هاي الخدمات والأعمار؟ هاي كان مجسر لسويات هذه وشقد قيمتها المادية وشقد كلفت العراقيين وشقد كلفت الخزنة العراقية وشقد الأموال اللي تيجي للعراق وهو هاي الخدمات العمار ويعني التقدم هي هذه البلدان تتقدم في بلد تشوالندا تقبلين بهذا؟ لو تريدين بلد ناهض اقتصاديا صناعيا زراعيا انتاجيا له غيبة له اسم له راية له علم له تحثير بالعالم هذا التقدم هذا غير موجود بالعراق لماذا تقبلينه في العراق ولتقبلينه على بلدك؟ النقطة الثانية قالت عراق الفين واربعة وعشرين اخذوا في التطور وبسرعة لا حولوا لا قوة الله بالله لا حلقين كيف يمكن لبلد ان يتطور وعدد الفقراء في يزيد؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور وعدد العاطلين على نمى اليزيد؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور والمخدرات تنخر البلد من شمال الجنوب ويتحول الى بلد مصدر ومنتج للمخدرات؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور هو بلا استقلال و بلا سيادة؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور بصراعات سياسية و بصراعات مكوناتها حتى في العملية السياسية؟ قراد وعرب وصراعات كثيرة؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور بمغيبين و بمظلومين و بمهجرين؟ كيف يمكن لبلد ان يتطور تحدث تقول البيئة الامنية في العراق يعني اكثر استقراراً الآن كيف يمكن لبلد ان يتطور استقراراً؟ بالاسخارت شهدت كثير من الأحداث ومنها ثورة تشهرين في عام 2011 كانت موجودة ونزلت وتذكروه وقعدت بالتوكتوك وحجت المتظاهرين والمتظاهرين بنفوس وقلوب طيبة كانت تحدثون معها كانت تصورون ان الامم المتحدة ممكن ان تكون عوناً لهم او ما عدوا محد يعني يعتقدون ان الامم المتحدة وممثلة الامم المتحدة ممكن ان تقف معاهم وهي تعرف الحال وتعرف من يقتلهم وتعرف من يطاردهم وتعرف من يختطفهم وتعرف من يهضم حقوقهم ولماذا خرجوا؟ تعرف وتستمع إلى كل الخطابات الطائفية وكل الخطابات المحرضة وترى القتل والدماء قتله أكثر من ألف شاء ثلاثين ألف من جرحة واختطفة وخطفة وناشطين وناشطات وقضية كبيرة وهي ترى ومع ذلك راح زارت زعماء الميليشيات الذين ساهموا فيه في هذه المجزرة وهي تعرفهم وهم غير مخفيين يعني في بعض الحالات في بعض الحوادث التي حصلت ضد ثورة تشرين كانت الميليشيات تنادي بأسمعهم وترفع لافتاتهم وتقول يعني وراحت وعندما سئلوها كيف تلتقين من الميليشيات تلتقين ب قالت هؤلاء جزء من من المنظومة الأمنية العراقية جزء من الحكومة وأنا ألتقي بيهم ليش لا أنا اتشرف أن ألتقي بيهم طيب فلو من المتحدة بميثاقها هي قامت لأجل من قامت لأجل الشعوب أو لأجل الحكومات قامت لأجل الشعوب والشعوب مظلومة والشعب العراقي مظلوم مخرب ومدمر وممزق وبمهجرين وبنازحين شهدت في فترة من الفترات وهي موجودة شهدت نزوع أكثر من ستة ملايين عراقي ماذا فعلت لم تفعل شي لذلك أنا أقول بالإصخار تسخر من العراقيين تعرف فساد العراق تعرف السريقات وتعرف ومكتبها في العراق متهم بالفساد ما القارديان صحيفة القارديان البريطانية والأشهر الصحف قالت أنه في في موضوع طويل لها والتقت بكثير من الناس وأكدوا لها أن موظفي هذا المكتب يبتزون العالم بالرشة لكي يعطوهم يعطوهم مقاولات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديه لديه برامج للبناء لإنشاء مؤسسات معينة في العراق هذه ما تعطى إلا الشركات ومقاولين الدول إلا بأن يعطوهم 15% من الرشة هكذا يقولون وماذا فعلت البسخار ثم ما فعلت الأمم المتحدة طيب ما قيمة الأمم المتحدة الآن عندما يكون شكلها هكذا ما أنت هذا رجعنا إلى عام 1945 من عام 1945 لحد الآن قيمة الأمم المتحدة قوة مجلسة منها مجلسة منها الخمسة الدائمين هؤلاء يمثلون أنفسهم ومصالحهم بأنهم تحالف يريدون أن يمروا عن طريق الأمم المتحدة أمريكا التي تهضم حقوق العالم هي متحكم بمجلس الأمن والأمم المتحدة دائرة ومؤسسة تابعة الخارجية الأمريكية هذا واقع الحال من يقول غير هذا الآن والله الأمم المتحدة يعني السودان يصدر بيان يقول كافي يعني إحنا بلد خلاص إحنا نهضنا وإحنا كذا وإنهو العمل واللي قدموا الطلب لإنهاء البعثة أرسل عن طريق يعني مثلية العراق بالأمم المتحدة لم يوجه برسالة من وزارة الخارجية ومن الحكومة العراقية إلى مجلس الأمن ما هو القرار قرار مجلس الأمن مو قرار لم ينعم من المتحدة لكن هكذا يلعبون وبتوصي من بلس خارط نفسها التي تسخر من العراقيين هي في بلدها كانت وزيرة الدفاع في وقت الذي اعتدوا فيه على العراق واحتلوا العراق وشاركت في احتلال العراق والطائرات الهولندية وقصفت وقتلت في الموصل وغيرها وكانت بإشرافها كيف يمكن لمثل هذه الشخصية الجدلية المشاركة في قتل العراقين أن تكون ممثلا للأمم المتحدة وتدافع عن حقوق العراقي لأربع سنوات تفتح مكتب وتلتقي بالعراقيين وتتكلم عن الدستور والحقوق وحقوق الإنسان ما حقوق الإنسان هي متهمة باختراق حقوق الإنسان العراقي هي متهمة بسفق دماء العراقين لو كانت قانون وحقوق عالمية لكان حكمت هي هي وحكومتها على ما جرى في العراقين ما الذي فعله أهل العراق لكي ينالوا كل هذا العقاب ما الذي فعلوه لماذا كل هذا التمزيق هذا كل جزء مكتب بلس خارت وغيرها وقبلها كل جزء من لعبة كبيرة لتمزيق العراق وجعل العراق فوضى وخراب وضعيف جدا جدا لا يستطيع ولا يقوى لأن يقف على قدمه الكل يساهمون في خراب العراق وتخريب العراق والدعاء أنهم يخدمون العراق لكن لقاء أثمان هذه كلها مقاولات هذا البلد الفاسد يتقاول هذا المكتب كان مفتوح بالأمم المتحدة بمقاولة لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون قد فتح لأغراض قانونية والعدالة والحقوق والقانون الدولي لأنه لو كان هكذا لا تصرف غير تصرف لكان zeigen بالإسخارت غير بالإسخارت هذه لما كانوا قد أتوا بالإسخارت كان اتوا بشخص نزيه ويعرف يعرف الله ويعرف حقوق الناس ويعرف القانون الدولي ويعرف العدالة ويتصرف بشكل آخر ويصون العراقيين وعدالتهم ويتكلم بكل حرية هل حصل هذا؟ لم يحصل هذا لذلك هذا المكتب إن بقي أو أن قادره لا يساوي شيئا ولم يضيف شيئا ولم يضيف شيئا حقوق العراق لا تحقق هل الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا إيران حقوق العراق من يأتي بها شعب العراق فقط من يعيد للعراقيين حقوقهم هو شعب العراق نفسه عدا هذا لابلس خارد ولا الأمين العام اللي لا يستطيع دخول الغزة تمنع أسرائيل من دخول غزة لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة ولا أمريكا ولا إيران ولا كل دول الدنيا ولا مجلس الأمن من يعيد حقوق العراقيين هم العراقيين فقط هم من يقررون شكل بلدهم ويقضون على كل الظواهر الفساد والخراب والدمار والفرقة والطائفية والاستهتار والسخرية من العراقيين مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة